اللي بيحصل العقرب عايز الفترة دي عايز قوة محتقوة انتصار حاسس ان هو ما تفهمش في امتحان في حاجة عايز قوة علشان يكسب معركة ما بس المعرفة دي مش مع الشريك نو نفسه في ايه نفسه في عودة صديق او حد قديم يعرفه لان هو متوقع المساعدة منه ان هو ده اللي ممكن يساعده في الموقف الهوهي ده هو بس وهو محتاج مساعدة الشخص ده شايف شريكو ازاي الصحة الفرح الاحتفال النجاح الحب الشمس يعني كل حاجة اعلى طاقة اكبر طاقة يعني حب حب جميل الصحة الطاقة ايه؟ ايه؟ رزق من عند ربنا حاجة يعني طاقة برضو حلوة جدا طاقة خير طاقة حب يعني الطاقة صراحة حلوة اوه الشريك عايز ايه؟ الشريك برضو شكله منهك تعبان من حاجات معينة برضو خارج العلاقة مواضح انها خارج العلاقة ومحتاج محتاج تحفيز محتاج يتحفز لان الكرت ده يقول ان هو ممكن يقدر يعمل اكتر بس محتاج تحفيز نفس الشرحلة المادية بتاعته تتحسن ده هو ده اللي شغل تكتيره دلوقتي شايفك ازاي شايفك عندك مزقل بالمشاكل ومزقل بالعقبات كويس ان هو شايف ده يا ربي يكون مقدره يعني اتمنى يكون مقدره في حالة دفاع عن النفس الفترة دي واضح ان في حد في حرب او انتو الاتنين في حرب يا عقرب في حالة دفاع عن النفس او حالة منافسة جديدة لكن مشاعر حلوة برضو مولود جديد ده برضو بيجي الناس من الجوزين ممكن يكون مولود جديد وممكن يكون مشاعر هتقوى اكتر وحالة مادية ان شاء الله هتتحسن عليكو انتو الاتنين طيب واضح ان كل العصيان اللي انا شايفها دي كلها من بره كلها من بره كل انتو محتاجين انتو تساندوا بعض يمكن يكون الشخص اللي محتاج يتساند يا عقرب اللي محتاجه يسندك هو شريكك اسمات Marvel وانتو ان هو فاهم هو شايف متعبك شافها هو شايفك كده مش قادر تشيل مشاكلك من عالارض فان شاء الله حيساعدك وحيمد ايد المساعده للك الطاقة ازي ما اقولاههم الطاقة تحفة طاقة إبداع بتبدعه إزاي تسعده بعض وإزاي تكونه مع بعض بشكل أحسن القرية برضو حلوى قوي مثل الحالة العطفية للمجموعة الثانية عادي جدا يا سهام ممكن جدا بإذن الله يا علف فعلا كويس يا منادي حاضر يا سيف ندي حكا دي مفهومة طبعا مفهومة مش كده يلا إيه إذا ممكن أبو يقوت إيه سؤالك إيه أنت مديني تاريخ أعمل إيه الدلوة قال يا باسو موجود في الصفحة حبيبتي يا حبيبتي يا مارو مرسي إيه أنت العسلية بالضاهي العرب هيكسب قضية ولا لا أيوة اللي تسأل السؤال ده أنا شفت انتصار شفت تهنقة وشفت حالات حلوة جدا إن شاء الله هيكسب نسمع كلام حلوة إن شاء الله يدينا إنتي الثالثة المجمع الثالثة حالا حبيبتي أوكي مجدة خلينا نسأل هذه المجمع الثالثة لتسأل لتسأل العفو يا ريهام على إيه حبيبتي ناخد مجموعة الثالثة والأخيرة بورج العقرب بتبتدي من عشرة لحد واحد وعشرين لحد عشرين يناير من عشرة لعشرين يناير بإذن الله يا شمس إن شاء الله رب نتبشركم الخير كله يا رب أنا بورج الجادي بس بحب أتفرج عليكي مرسي يا حبوب آه طبعا خلاص الاسم عندي مش بين تولد ولا بنت عبوب لولي أفتك انت بانوتا أنا عرفتك خلاص من اللايب اللي بيت أوكي مرسي يا مجودة المجموعة الثالثة والأخيرة بورج العقرب الحالة العطفاء قصدي الحالة العامة الحالة العامة بعض الحالة حسن حسن المجموعة الثالثة حسن المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة الثالثة كي حاجة حلوة جاية بعدها. الهم طبعا والزعل بتاع الخسارة. يعني ما تاخدش وقتك في موضوع الزعل ذا. عشان ان شاء الله في تطور مادي حلو جدا جاي لك. حالة اماني. من الناحية المادية. وحالة تطور كويس جدا. وخده دي كمان بقى. كمان. الاتنين. تطور مادي اكتر. وبيوصفك انت شخص كريم. وانت فعلا كريم جدا يا عرف. وحتساعد ناس حواليك. والدنيا عندك كويسة قوي قوي. كبرياء وعزة نفس وحساس. انا بقى ازاوي داعك احساس. حساس جدا. وعندك ثقة طبعا في نفسك. يعني يارب تكون في محلها بس. انت عندوكو ثقة نفسكو جامدة جدا فعلا. وتطلع للامام وحاجة حلوة قوي قوي. هتحتار قبل لما الحالة المادية هتتحسن. ما تحيرش نفسك كتير. ان شاء الله الدنيا هتصبت. والحالة المادية هتتحسن. الخسارة دي هتبقى عوضها ازاي. هتبقى بس كده اعوضها ازاي. ان شاء الله هتكون حاجة بسيطة وهتتعوض بسرعة. يعني فوق ما ممكن تتخيل. ان شاء الله. في هنا ارتباط. في لو انتو اتنين لسه في مرحلة تعارف. ان شاء الله هيحصل قطوبة او اتفاق على حاجة نحو المستقبل. اللي لو اللي متجاوزين ومرتبطين قراءة دي برضو بيتفقوا على حاجة نحو المستقبل. بيرتبوا المستقبل من. نسافر ما نسافرش. وشكل فيه سفر. اه. او انا شايف عندي كبيات في حالة عاطفية عندك. انت حاسس برضا يا عقرب. مبسوط. مش متضايق الحمد لله. وبتقول الحمد لله حاجة حلوة جدا جدا. الكرت ده بيتلعلك دايما يا عقرب. وبيبدل يتكرر. الكرت ده بيدل على انك انت بتتحمس قوي في البدايات. في بداية اي شيء جديد. متحمس جدا. وبعد كده بتفقيت حماسك. بتزهد. لا معلش. حاول تكمل الحاجة اللي انت بتبتديها. وخلي بالك برده من الناس اللي جنبك اللي بينصحوك. ناس قريبين منك جدا. وبينصحوك نصايح مش مفيدة. ده كمان بيقولك انت مركز في حاجة. ومتجاهل حاجة تانية اهم. بغض النظر طبعا عن الحيرة. هو كمان بيشير للحيرة. بس كمان انا كمان بيوحي لي انه هو بيوحي بالدستركشن. ان انت مش مركز بالحاجة المهمة. وبصص على حاجة صغيرة جدا عمال بازل فيها مجهود جامد جدا. فحاول تركز وت يعني توفر طاقتك لحاجات المهمة. اتفقنا. آآ حاصر قراءة في هنا ارتباط. الناس اللي لسه ما ارتبطوش. في ان شاء الله ارتباط نحو المستقبل. المرتبطين برضو بتتققوا على حاجة مع بعض. عادين ازا كابلت ده بيتكلموا وبيحددوا مصير. في خسارة جاية بس ما تخافش منها. واتمنى تكون حاصرة وقعت آآ لان في تحسن جامد قوي بعدها ان شاء الله. آآ وهتتحسن اكتر كمان. يعني التحسن هيكون على مرحلتين مش مرحلة واحدة. آآ في سفر ان شاء الله او تغيير بيت تغيير مكان. الحمد لله ده الحالة الطفية عندك كويسة مستقرة ما فيهاش مشاكل. آآ نكمل ما نزهقش على طول. اولا ما نتدي الحاجة ونتحمس كده. لا نكمل. آآ ونخلي بالنا من الصورة الاكبر. خلي بالك من الصورة الاكبر. الحيرة اللي عندك دي بالنسبة للحالة المادية ما تحيارش نفسك قوي ان شاء الله. هي هتتزبط لوحدها. هتتزبط لوحدها خالص. آآ دي المرحلة. التالتة القراءة العامة بتاعتها. تعالوا نشوف الحالة العطفية. 19 نوبمبر حبيبي ده التالتة. اللي احنا فيها دلوقتي. انا تالتة وانطبق الاولى. ما فيش مشكلة يا نوه. امشي مع القراءة تنطبق عليك. لان مسافة شهر دي مش بعيدة على فكرة. يعني من اسبوع لاسبوع لاسبوع مش مش قصة. فممكن لو قراءة المجموعة الاولى انطبق عليك اكتر. امشي معي. آآ واربق لاف عمر هنفدي حالا نقراءة الحالة العطفية للمجموعة التالتة. القوس القالية منا موجود في الصفحة حبيبتي. شو فيه مسجل. آآ يعني ايه شو يعني قراءتي. انت يصرف بورجك ولا عايزة ايه بزفت. 27 عشرين عشرة. دا 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 دا. انت مضموعة اولى حبيبتي. القوس اتقال موجود. الله ينور بشكرك يا حسن الشيخ بشكرك. طيب. اوكي. فاتيمة بتعياتي ليه عايزة ايه حب. اوكي. انا مش فهم الحاجة ليه يا ميرا. قوليلي حبيبتي افاهمك. ايه انت مش فهموا انا فاهمولك حالا. مش فهم المجموعات ولا مش فهم الموضوع ككل. اوكي. طيب لغاية معاكي ولا. قوليلي احترد على كل اسئلتك. ما تقلقيش. ايه دليل ورق دا انا مش فهم ازاي بتعرفي وايه الفكرة. طيب بص يا فؤاد هو دا موضوع يعني طويل قوي ومتشعب جدا. الكروت دي من قديم الازل. يعني موجودة من زمان جدا استعملها اليهود في الاول زمان خالص. بعد كده اخلوها الكميسة المسيحيين استعملوها. اه. وليها مدارس بتتدرس. الكروت دي متقسمة اه قرياتها لتلات اجزاء انا هحاول اقوله باختصار. اه. جزء في علم نفس. وفيه جزء ليه علاقة بالفلك. وفيه جزء ليه علاقة بالطاقة. بس الجزء الاكتر هو اللي يعيه علاقة بالطاقة. اه الموضوع طبعا بيجي بالتدريب وبالتمرين متذاكر الكروت دي كويس جدا. طبعا فيه نسبة حظ غير طبعية وقابل لصواب الخطأ. فيش ما فيش كلام في الموضوع دا. اه. لكن اه على حسب بقى الموهبة اللي تبقى عنده كل قارئ فيه ناس القراءات بتاعته تزبط في حد لا. لحد الوقتي معايا انا بتزبط. فمعناه ان انا القراءة عندي واضحة. الطاقة بشوفها واضحة. آآ كل الكارت بيقى ليه معنى. احنا لازم بنحفظ الاول حاجة في الاول اللي كانوا بتابقين بنحفظ معاني الكروت بعد كده احنا بمتدين نشوف كل كارت رسالته ايه. بمتدين قوله. بس اه دي كل الموضوع. واسمها طبعا كروت الترو ومعروفة من زمان دي كتير وايه حنام. ليه كده يا رانا? حد ينام دلوقتي يا بنت يسا بدري. دلو اهلا بيك يا صاحبة السعادة نوارتي اللايب. آآ برج الدلو اتقال خلاص موجود في الصفحة احنا خلاص اخر الشهر. فقلت كل الابراج الدلو موجود فاضلي بس العزراء هيتقال بعد بكرة. هتلاقيه مسجلة. دخولي اسمعيه وتماني يعجبك. طيب الحالة العطفية للمجموعة الثالثة والاخيرة برج العقرب. طيب ما لك يا عقرب في ايه؟ العقرب عايز ايه؟ عايز تطور مادي دلوقتي دلوقتي. حاسس ان هو جوه عصفة عصفة في العلاقة ان هو الحب بايز العلاقة بايزة وانه الدنيا ان هو مجروح وانه هو خليه بالكل عقرب برضو حساس قوي. وبيفترض حاجات يعني ممكن تكون مش صحيحة على فترة. واعتقد ان هي مش صحيحة المرات دي عقرب. عايز يخرج من حالة الجرح اللي هو في ده. شايف شريكه ازاي شايفه بيبعد. بيبعد عنه ساب ومشي وبيبعد. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يحتفل معاك. الشريك عايز لو انتوا لسه ما انتبطوش عايز زواج. آآ كرت اصفر منور حاجة حلوة جدا يعني هو واحتفال يعني هو عايز حاجة حلوة جدا معاك. وآآ نفسه في ايه؟ عارفين نفسه يجيله تبلد ويبقى بيحارب الحرب كده وهو مش يعني يبين لك ان هو تمام بس شكله مش قادر. شكلك ضغطه جامد يا يا عقرب. آآ بيقاوح عمال يقاوح بيعافر معاك جامد وبيحاول يبين ان هو كويس بس هو انت مبهدله جامد. شايفك ازاي؟ شايفك انت كمان بتهرب. بتهرب ويعني مش عايز مش عايز تواجه ما بتواجهش. افتكر انت معدكش كلام تقوله. يعني انت لو هو واجهك قالك هو انت بتعمل كده ليه؟ هيبقى معدكش ايجاب اصلا. انت مش عايز انت بتعمل كده ليه؟ الطاقة ما بينكم عيلة جديدة. او عيلة سعيدة. بس هو عيلة جديدة لو انتوا رسنا مرتبطتوش. اه لو انتوا مرتبطين فانتوا عيلة مطاربطة وعيلة سعيدة او حاجة حلو قوي. ايه بقى اللي جاي بكل الحاجات دي؟ متاعب. انتو الشهر ده في متاعب. ودنيا كله بقى ايه؟ حزنان وحزن وحاجة يعني صعب قوي. بس كيه طاقة جديدة داخل الشهر اللي جاي ان شاء الله باذن الله طاقة امل وطاقة خير وطاقة رزق وحاجة حلوة جيدة دان ان شاء الله فيه تغيره هيحصل الشهر اللي جاي. حصل حاليا كويس. حصل ايه؟ البعد الانفصال. الشهر اللي بعده هتبقى الدنيا ايه؟ طالع نازلة. يعني هو شوية كده شوية كويسين وشوية مش كويسين. وده على فكرة ده حالي ناس كلها. طيب انا شايفة والله اعلم يعني ما عرفش هكت غلطانة ولا لا يا عقرب انت مزودها. انت حساسيتك وانت مرهب بالاحساس قوي. حساسيتك هي اللي مع عملة المشكلة دي. خصي ترجمة نانسي قنقر